بلغت دروة في الحديث والفقه والإمامة في السنة فهو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا إنه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني ولد الإمام أحمد ببغداد في ربيع الأول سنة 64 ومئة ونشأ يتيما في حجر أمه طلب العلم في بغداد وهو ابن خمس عشرة سنة ثم رحل إلى البلاد في طلبه كالبصرة والكوفة والحجاز واليمن وغيرها قال الشافعي خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل تتلمذ عليه الأئمة كالبخاري ومسلم وأبي داود وكان يجتمع في مجلسه زهاء خمسة آلاف أقل من خمسمائة يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت ثبت في محنة خلق القرآن وثبت الله به الناس حتى انجلت الفتنة قال الأثرم كان أصحابنا يرون مقام أحمد بن حنبل في المحنة كمقام أبي بكر الصديق في الردة عاش حياته ناشرا للسنة قامعا للبدعة قال قتيبة لولا الثوري لمات الوراع ولولا أحمد لأحدثوا في الدين أحمد إمام الدنيا صنف المسند وهو ثلاثون ألف حديث وكان يقول لابنه عبد الله احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما ظل حياته يطلب العلم رغم إمامته وكبر سنه حتى قال مع المحبرة إلى المقبرة توفي رحمه الله ببغداد يوم الجمعة لاثنتين عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومئتين فرحمه الله ورضي عنه